موسيقى السلام عليكم مستفى مونجي إنه الأول رئيس المجلس الجماعي السلحات الشاطئ اليوم عقد المجلس الجماعي السلحات الشاطئ الدورة العادية يضم عدد من النقاط من بينها مصادقة على الميزانية وخلال قراراتنا للميزانية يقدر بخمسة مليون دلدرهم ممكن مرمجتها في بعض الأشياء التي تهم الساكنة بالضبط من خلال الكهرباء وكاداوة تستميل الكهرباء هذه نسبة للنقطة الأولى في الموقع الثانية طلب الوكالة الوطنية المية والرغبات بإخلاء مقهى الأفق بحكم أن مقهى الأفق توجد عقار المية والرغبات وهي مقهى بانيها الجماعية وبعض الموقع أخرى يعني طلبت مجلس الجماعية وإجراءات السيبدال فلهذا أخذنا مقرر بأجل إغلاقها في إنتظار أن الإجراءات القانونية في الدرفة الباب وبسبب النقطة الثالثة كانت مناقشة طلب لصوات المحلمانية بهدم البنايات العشوية متجهد زيادة الأفق ومباشرة استدالة الملعب كما تعرفون أن الإجراءات الوفق هي كيفية ملكة الرئيس السابق بحكم أن الإجراءة كاملة مكتملة ريسبسونية ودار فيها السيد الرئيس السابق ودار فيها بنايات عشوائية كما كانت فيها مرافق مدراسة التي تخصدها تكون المواطنين للدائرة ودار فيها بنايات عشوائية ودار فيها بنايات عشوائية وكذلك يحتل الملعب في الأقرب ويحتل الملعب بناء على صميمة الزيادة ويقوم بوضع إشارة جمعة ولكن يحتل بأجل وضع الملعب وكذلك بهدم هذه البنايات العشوائية التي ينفذ فيها الثاني النقطة الخامسة هي مناقشات الحقوق المشاعدة رسم عقاري هذه النقطة كتهم حي مو العلام بحكم أنه خاضع لهيكلة وفق الأرض من الدولة فقررت بحكم أنها صاحبة المشروع فقررت لكي ترصدت مبالغ مالية من أجل اقتناء الأرض من أجل الهيكلة هذه الحي اللي يوحي مو العلام كانت النقطة السلسية مهمة ومترجتها ميزانية تقريباً من أجل استكمال دواوير من الأحياء الغير مشمولة بالكهرباء العمومية فلهذا برمجنا المبالغ مالية من أجل اقتناء الأعملاء وكذلك المعدات الكهربائية من أجل تمديد الكهرباء لهذه الحياء في نقطة السابعات تمت مناقشات إحداث مدارات ولوحات وإشارات بالمروضة يعني هذا مقرر باش يداروا أحد المدار هنا بحكم أن الإمسشفة لا يوجد وكذلك يجب أن يكون في الأسابيع الجائية إن شاء الله ويعني أبدأ الأمور بشتغل يعني يقول لي مدخل المستشفة فقررت الجامعة بشدروا أحد المعظة لما يكفي من الولوج للمستشفة وكذلك معظة المعظة الفروجات بأجل تخفيف الوطأ في الصيف إن شاء الله وكذلك قررت بإجتماع لجنة السير والجوالان بأجل تحيين لوحات الشوير والسير والجوالان في المنطقة إن شاء الله وإعادة إجيلة إن شاء الله لكي تكون في مستوى تطلعات المجلس